الفقر في مصر وصل لمرحلة مخيفة وخاصة في الأيام الأخيرة ووصل للحال بكتير من المصيرين أنهم يشتروا أكسم بجلالي لعضم الفراخ وعضم اللحمة وشوفت في الفيديو الراجل راح جاب مصورة من عند الجزار وبيحاول يفضيع عشان يأكل حتى المصورة دي تغلية أكسم بالله أنا عايز أقول لك على ناس بقى تانين يا جماعة أعزكم الله والكلام ده أكسم بالله أهلينا في مصر سمعين دلوقتي وبيعملوا عارفينه في الناس الغلابة اللي تقول لك تربع مصر غلابة بيعملوا إيه والله يا جماعة بيروحوا يشتروا رجول الفراخ أكسم بالله بيشتروا رجول الفراخ وينضفوها كده أعزكم الله ويسلقوها ويعملوا بيها شربة ويأكلوا رجول الفراخ رجول الفراخ اللي كنا كده إيه بيروحوا كده عند بتاع الفراخ يجمعهم ولا حاجة أخدهم تأكلهم أعزكم الله للكلاب والقطط والحاجات دي لا خلاص دلوقتي البناء أدمين والله يا جماعة بشتروا رجول الفراخ رجول الفراخ عشان يكلوها عشان يعملوا إيه حبة شربة كده ولا حاجة عشان يعملوا حبة شربة لأن أسعار الفراخ واللحمة خلاص يا جماعة ما بقتش في متناول الناس فبقى أنت أخرك إيه رجل الفرخ وإذا لقيتها تعالوا نشوف كده فيديو مع بعض والله العظيم يا جماعة هتشوفوا ناس بتاكل رجول وهياكل وعطم يلا بنا تفرج يا ساعدت الرئيس الأكل بتاعنا هو رحت جبت اتنين كيلو عظم من الراجل عشان أطبخ عليهم شوية قلقاس قدي أكل الغلابة يا ستة وفاق يا عامر إحنا الحمد لله عملنا رز الرزة هو بس الحمد لله إحنا ما بنرمش منه ولا حبه عشان إحنا أساسا ما بنصدق نلاقيه تفضلوا معنا أكل الغلابة أكل الغلابة هو يا رئيس الحمد لله لقنا حتة فاة حتة لحمة هيك الحمد لله كيلو بعشرين جنيه عظم عظمة كيلو بعشرين جنيه هو بنروح نشتلى العظم كنا الأول بنجيب جناحات الجناحات غلية بنجيب بقى عظم كيلو بعشرين جنيه كيلو العظم بعشرين جنيه الراجل اللي كان عايز يأكل لحمة ده وبيقول لها روح أجيب كلب دي برضو فيها لحسيتها هي يعني ممكن برضو يشمها أو أي حاجة يتصرف مش عارفين نعمل ايه مش عارفين نعمل ايه مش عارفين نعمل ايه ونجيب ايه كل حاجة غالية وكل حاجة مولعة وحسبنا الله ونعمل وكيل خليلي معي الفيديو بتاع العظم ده الله يسترع معاك أنا عايزه جدا عايزه جدا أنا عايز العظم ده انت عارف يا ستة اللي بتسألي تعملي ايه اقولك أنا بقى تعملي ايه اقولك ايه اللي بيحصل او ايه اللي وصل العظم ده ليك اللي وصل العظم ده ليك يا ستة يا مواطنة من غير شرطة المواطنة بشرطة اللي راح للجزار ايوه العظم ده العظم ده ده بقية اللحمة المخلية اللي بيأكلها المواطنة بشرطة اللي هيعيش في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هيركب عربيته ويقفل الإزاز العربية عشان ما يشوفيكيش وانت يوقف عند الجزار حتى تطرها على وشك ومكسوفة لحد من أصحاب ولادك يشوفك وانت وقفة تاخد عضن من عند الجزار بقيت البي بقيت أكل البي بقيت اللحمة المخلية بتاعت البي اللي هيقعد في العاصمة الإدارية الجديدة واللي هيركب القطر الكهربائي واللي هيستمتع بأعلى ساري وأحسن علم وأفضل حاجة في الدنيا وكل حاجة أفضل وأعلى وأجمد وأفشخ وكله تمام إنما حضرتك تاكل عضم تاكل عضم إحنا لم فتات الأسياد إحنا الشعب الغلبان اللي من غير شرطة يلم فتات الأسياد اللي هم بشرطة اللي على كتفهم نسر وكاب ودبور هم دول الأسياد الإعلاميين القضاء هم دول أسياد البلد إنما أنتوا الشعب الغلبان اتحنوا وكلوا عضم ومصمصوا وراء الغاني مصمصوا أنتوا عايزين تاكلوا لحمة مششفية وتاكلوا حسدر وورك وفراخ نظيفة وفراخ بأ هتفكروا نفسوكم مواطنين بجد هتفكروا نفسوكم مواطنين مصريين اللي يكونوا حق إنكم تعيشوا وتتنفسوا وتاكلوا وتشربوا وتزحموا الأغنية والأسياد فأكلهم أخيركم أغلبة العضم ارضى بالعضم ارضى بالعضم لأن البلد مش هتديك غير ده العضم ده وإذا لقيته لأنه يبقى عليه زحمة الفترة الجاية الغلبة كتير والفقر عددهم أكتر بكتير من اللي بتتكلموا عنه أحكومة بس كتير منهم عفيف في النفس وكاتب في نفسه وساكت وبيقض يومه بأي حاجة تسد جوعه وجوع عياله يمكن والله العظيم عدد كبير بيبات من غير عشاء ويمكن يعيش اليوم كله على طاقة واحدة عشان يوفر لعياله ويكمل عشان يوم وفي نومه يحلم بقى هاحلم هيحلم بايه حتى يعينه هو بيحلم بيحلم بحلم الغلبة